السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية رابع يوم ان شاء الله رابع رح نحل صفحة 38 عند السؤال الاول اضع المفهوم المناسب في الفراغ هما فصلان من فصول السنة يبدئان عندما لا يكون محور الارض ما الى النحو الشمس ولا بعيدا عنها احنا بنعرف يا رابع لما يكون عندي محور الارض ما الى النحو الشمس رح يكون عندي الدنيا الصيف واذا كان بعيدا عن الشمس بدأت تكون الشتاء طب ايش هم الفصلان اللي بيبدأوا يا رابع بس ما بيكون المحور القريب من الشمس ولا بعيد اللي هم يا رابع من الربيع والخريف اللي بيعتبرهم عدر الفصلين الربيع بداية لفصل الصيف والخريف بداية لفصل الشتاء بس بيكونوا بعيد شوي عن المحور الرئيسي القريب من الشمس يسبب ما يلانه اختلافا في عدد ساعات الليل والنهار على سطح الارض احنا طبعا حكينا يا رابع المحور الارض بسبب ما يلانه اختلاف في عدد ساعات النهار والليل عندما تدور الارض حول محورها ينتج منه يا رابع الليل والنهار إذن شو هذا اللي يسبب ميلان واختلاف في عدد الساعات اللي هو يا رابع محوار الأرض السؤال الثاني بدنا نحدد للأرقام واحد تنين ثلاثة هلا في عندي يا رابع الشمس رقم ثلاثة كيف عرفت الشمس لأنه الأرض تدور حول الشمس إذن الشمس هي لرقم ثلاثة رقم تنين ميلي بيدور حول الشمس الأرض طب شو هاي حركة رقم واحد هاي رابع دوران الأرض حول نفسها رقم واحد تدل على دوران الأرض حول نفسها حتى ينتج يا رابع الليل والنهار إذن رقم ثلاثة الشمس رقم ثلاثة الأرض لأن الأرض بتدور حول الشمس ورقم واحد اللي هي دوران الأرض حول نفسها هلا في عنا سؤال ثلاثة يا رابع الأردن مثل ما أنتم شايفين حطينا بهاي الجهة بيقولك يا رابع مستعينة بالشكل وحد الوقت إن كان نهار ولا ليل في الأردن فاسر إجابتك طبعا يا رابع رح تكون عندي ليل ليش ليل؟ لأنها بعيدة عن الشمس هي الجواب ليش ليل؟ لأنها يا رابع بعيدة عن الشمس طيب يا رابع السؤال الثالث ماذا ينتج عن دوران الأرض حول محورها ودورانها حول نفسها طلعوا يا رابع إذا دارت الأرض حول محورها نفسها شو بينتج؟ وإذا دارت حول الشمس شو بينتج؟ إذا دارت حول محورها يا رابع رح ينتج الليل والنهار وإذا دارت الأرض حول الشمس رح ينتج الفصول الأربعة طيب وفسر حركة الشمس الظاهرية التي نراها من الأرض شو هاي الحركة الشمس اللي إحنا بنشوفها من الأرض دوران الأرض يا رابع حول محورها هو اللي بيخلينا نشوف حكينا عنها المرة الماضية حركة الشمس اللي بنشوفها بتتذكر اللي ما قلت لكم يا رابع أنه أمرات منشوف الشمس كانت بتتحرك إيش السبب؟ كان وقتها دوران الأرض حول نفسها أو محورها بينتج منه هاي الظاهرة السؤال السادس أتخيل أمام زملائي أن الأرض تتحرك حول الشمس بشكل أبطاء واذكر أثر ذلك في حياتنا اليومية طبعا إن شاء الله سنتناقش عليها بالحصة نشوف رأي كل واحد فيها فصل من فصول السنة تكون فيه الأرض أقرب ما يمكن إلى الشمس إيش هو الفصل يا رابع اللي بتكون فيه الأرض قريبة كتير من الشمس إلي هو فصل إيش؟ فصل الصيف تدور الأرض حول الشمس دورة واحدة كل أديش يا رابع لما قلنا الأرض حول نفسها مرة واحدة باليوم إلي يكون 24 ساعة طب تدور الأرض حول الشمس دورة كل أديش بما أنه بدي ينتج الفصول الأربعة بدأت تكون سنة لأن الفصول الأربعة عبارة عن سنة كاملة بنتج الفصول الأربعة تستغرق الأرض؟ هل هذا السؤال؟ تستغرق الأرض للدوران حول محورها يا رابع أديش؟ تستغرق 24 ساعة 24 ساعة تستغرق الأرض دوران حول نفسها أو محورها يمثل الشكل الفصولي الأربع ما الفصل متوقع عندما تكون الأرض في الموقع تنين فيما تكون عندي في الموقع التنين في نصف الكرة الأرضي الشمالي هل الصيف أم الشتاء أم الربيع أم الخريف راح تكون عندي رابع اللي هي فصل الربيع وطبعا يا رابع لما تكون كتير قريبة من الشمس يبدأ تكون فصل الصيف لما تكون بعيدة يبدأ تكون عندي رابع فصل الشتاء واللي ما تكون عندي مش بشكل مائل يا بدا تكون ربيع أو خريف بما أنها قبل الصيف تتكون عندي إذن الربيع نرى الشمس تتحرك في عرض السماء كل يوم طبعا هاي اللي حكينا عنها يا رابع بسبب ليش منشوف السماء بتتحرك بسبب دوران الأرض حول محورها نرى الشمس تتحرك في عرض السماء كل يوم بسبب يا رابع دوران الأرض حول محورها لأنه أصلا الشمس ما بتتحرك بس منشوفها كأنها بتتحرك يا رابع الأرض وهي بتدور حول نفسها بتوهملنا انها الشمس عم تتحرك تمام يا رابع ننحل الأسئلة يا رابع على الكتاب إذا بتكم لأنها ضع دائرة ويعطيكم ألف عافية